أه 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 لدموع هذه السيدتي لهيب من النار قد يحرق الساسة الفاسدين الذين خذلوها أولاء الأهالي فمئات العوائل هنا ينتظرون الكشف عن مصير أبنائهم وعدم إفلات المجرمين من العقاب بالتزامن مع حملة كبرى أطلقها شباب العراق بس والله ما يفلتون من العقاب جميع واحد مش بهالدقها مقيبين الصقلاوية بقوة الله ما يفلت من العقاب وأطلب من الله والأمم المتحدة جميع واحد أخذ ولدنا هدونهم كافي عادينا مصطفى الكاظم أطلب من الله ومنكبه تهدون ولدناها على شنه راحت هالولدها يا الشباب هاي بهالحرسة فالتزام الله أكبر يا ربي عدم إفلات المجرمين من العقاب حملة كبرى يقودها شباب العراق في جميع مدن العالم جاءت تلبية لصرخات ذو المغيبين الذين يؤكدون بأن رئاسة الوزراء من واجبها الكشف عن الجهة التي غيبت أبناءهم قتلت هاشم الهاشمي ما فتلوا من العقاب فإحنا نفسهم فهم سنة لقوع قتالة فإحنا ست سنين لحد الآن ما أناشد غير مصطفى الكاظم يشوف مصير وردنا مثل ما شاف قتلة هاشم الهاشمي وما يفلتون من العقاب أناشد الله وأناشد الأمم المتحدة وأناشد الصليب الأحمر وما يزال تحالف عزم بأعضائه وقياداته كافة يطالبوا بالكشف عن مصير المغيبين الذين ذهبوا ضحية المزايدات السياسية وخذلانهم من قبل من يمثلهم على كراس السلطة تحت قبة البرلمان لقناة الفلوجة الفضائية